اهلا بكم الى نشرة الاخبار من قناة تونسنا قال رئيس الجمعية التونسية للعمل من اجل امن جمهوري فرع تونس عصام الدردوري ان الجمعية طالبت بفتح تحقيق بعد تفط نهاية لوجود عديد من الاخلالات من قبل مسؤولين امنيين ساهمت حسب قوله في تفشي الارهاب وضف الدردوري انه اتضح ان عديد الامنيين ممن قاموا بتحمل مسؤولياتهم وحققوا نجاحات في مجابهة الارهاب قد تمت معاقبتهم اما باحالتهم على تقاعد الوجوبي واما بنقلهم بشكل تعسفية الوقوف على اسباب تفشي ظاهرة الارهاب بثل هاجس الجمعية التونسية للعمل من اجل امن جمهوري حيث طالبت واثر تفطنها الى وجود عديد الاخلالات من قبل مسؤولين امنيين ساهمت في ذلك بفتح تحقيق في الغرض فما تقصير وفما تقعص كبير ما نمشيوش الاتهامات مباشرة لكن هناك عديد نقاط للاستفهام اللي تتعلق بالملف هذا واليوم للشعب التونسي واللناس اللي تقصد سقيها والناس اللي استشهدت واللتونسي اللي منزال اليوم يأرقوا ملف الارهاب ذالي حاجة ملاحة انه نفتح تحقيق من طرف جهة مستقلة ولئن اعتبر رئيس الجمعية التونسية للعمل من اجل امن جمهوري عيسام الدردوري ان عمل الامنيين في التصدي للارهاب سجل عديد الايجابيات الا انه عرف ايضا بعض الاخلالات لكن كذلك نقول للامنيين انه عليهم ان يعتبروا من درس الامس القريب انهم يحاولوا يبنيوا على اللثيقة اللي تمنحت هذه نحاولوا صحيح المنظومة مزاة ما تسلحتش صحيح المصار الاسلاحي المنظومة متعثر الا من نقول غير موجودة الارادة تماما لكن ديما نقولوا انه نحاولوا ان نبنيوا على الموجود واضف الدردوري انه اتضح ان عديد الامنيين ممن قاموا بتحمل مسؤولياتهم وحققوا نجاحات في مجابهة الارهاب قد تمت معاقبتهم اما باحالتهم على التقاعد الوجوبي اما بنقلهم بشكل تعصفية سلك الحر الصواطني وحل التقاعد الوجوبي بتاريخ 1 اكتوبر 2012 وحلتوا التقاعد الوجوبي معناه في ظروف لحد الان انا نتسائل عليش انت حتى التقاعد انا بعد عامواش لحد الان ما لقيتش عليش في نوفمبر 2011 كشو قدش التالي انا وقتها نحكي بتنسيق مع زملائي معنا الدرك الجزائري معنا نعتيك الانفورمسيون نحن نعتيك الانفورمسيون نحكي لهم وقلهم وفهمة مجموعة ارهابية دخلت من ليبيا بس لها اسلحة متطورة اللي تولي ونحكي لها تولي وتم خلال هذه الندوة عرضوا اسماء بعض الامنيين الذين تمت معاقبتهم على غيرار سوفيان بالحاجة ذابت شرطة تم ايقافهم منذ ما يقارب العشرة اشهر دون توجيه تهمة له بحمام لغزاز لسلاح دون رخصة اعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روض العبيدي خلال مؤتمر صحفي ان الوضعية الحالية للقضاة دخلت في حالة تصادم مع السلطة في ظل غياب اي دعوة للحوار او التوافق معللة ارسال وثيقة لاتحاد القضاة العالمي في طار تدويل اشكاليات القضاء التونسي كما تهمت روض العبيدي خلال المؤتمر الصحفي نور الدين لبحيري بتقليب الرأي العام ضد القضاة بدعوة تعطيل مصالح المواطنين حالة من التصادم بين الهيكل المماثلة للقضاة والسلطة السياسية في ظل غياب اي دعوة للحوار والتوافق التي اعتبرته رئيسة نقابة القضاة التونسيين روض العبيدي غلق وصد لابواب الحوار انا بش نجي نتحاور معاك على انا اسس احنا عنا اشكال وانتي الاشكال هذا سكرت الباب بشأنه وقلت راو بالنسبالي انا المسألة محسومة اراني مانيش بش نتراجع في موقف دونك اساسا حتى انا كان نقابة مانيش بش نطلب منك لقاء وكانت تنوي النقابة واني تقدم مطلب في لقاء سيد رئيس الحكومة لن نظر فيها الوضع هذا اليوم بيت بدون جدوى يعني بدون جدوى على خاطر ناس صرحت بموقفها وقالك لا مجال للتراجع من جهته اتهم قاضي المحكمة الادارية وليد الهدالي اعضاء المجلس التأسيسي وتحديدا اعضاء لجنة الفرز بتعطيل المسار الانتقالي وبالتالي تعطيل انتخاب الهيئة العلية المستقلة للانتخابات اللي يعطر في المسار الانتقالي والمسار الانتخابي هم اعضاء لجنة السيسي وعضاء لجنة الفرز في عد ذاته لانه القانون اللي جوا به قانون متضرب القانون اللي جاء لامتاع احداث الهيئة المستقلة للانتخابات ينص على أنه سوف يتم إحداث هيئة دائمة هي اللي بتسهر على الانتخابات بسوء بيوجه عام معناها سواء تشريعية ورئاسية وبلدية سترع حقيقة تصادم الهيكل الممثلة للقضاء والسلطة السياسية تعمقت من خلال التعيينات الأخيرة وقرارات التمديد التي اعتبرها القضاء اعتداء على سلاحية الهيئة الوقتية للقضاء ومساسا من استقلالية القطاع وسعيا إلى إخضاع القضاء وجعله تحت وصاية السلطة التنفيذية خصص المجلس الوطن التأسيسي الأربعاء جلسة عامة للاستماع لوزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والعدلة الانتقالية حول تشكية بعض الموقوفين في قضايا الإرهاب وما تعرضوا له من تعذيب كشفت جمعية استشراف وتنمية الأربعاء خلال مؤتمر صحفي أن أربعين بالمئة من المستجوبين في صبر أراء أجراه مكتب دراسات باست ماركتينغ كونسلتينغ حول الشأن السياسي في تونس في نوفمبر الجاري دعم متولي المرشح أحمد المستيري لرئاسة الحكومة المقبلة يليه مصطفى كمال النابلي في المرتبة الثانية وجلو العياد في المرتبة الثالثة ومحمد الناصر في المرتبة الرابعة فيما آلت المرتبة الأخيرة لعبد الكريم الزبيدي قال رئيس الرابط التونسي للمواطنة العميدة السابق للمحامين شوق الطبيب أن الجبهة الشعبية أعادت ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة القادمة في ظل تعليق الحوار الوطني وانسداد الأفق بسبب عدم التوافق حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة وفد طبيب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح الأربعاء أن الجبهة الشعبية أعادت أيضا ترشيح الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي لذات المنصب باعتبار استجابته للشروط التي يتعين وفق تقدير الجبهة الشعبية أن تتوفر في المرشح لتولي رئاسة الحكومة أصدر الأمناء العمون للاتحاد من أجل تونس بلاغا أثلاثاء تضمن إقرارهم بتقديم مقترحات ملموسة لدفع الحوار الوطني مؤكدين تمسكهم بالحوار الوطني واعتباره التوافق المبني على الوعي بالمخاطر التي تهدد البلاد وأشار الأمناء العمون للاتحاد من أجل تونس في بلاغهم إلى أن الفرقاء السياسيين أمام الفرصة الأخيرة لتحقيق مخرج جدي على أساس التوافقات الحاصلة حول مبادرة المنظمات الراعية للحوار حسب نص البيانة بلغت نسبة البطالة حسب المسح الوطني حول السكان والتشغيل لثلاث الثالث من السنة الحالية 15.7% محققة انخفاضا بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الثلاث الثاني لنفس السنة ويقدر عدد العاطلين عن العمل بـ 620.6% من مجموع السكان الناشطين والذي بلغ عددهم 88.361 حسب النشرية الأحصائية للتشغيل والبطالة للثلاث الثالث للسنة الحالية الصدر عن المهد الوطني للأحصاء وبخصوص بطالة حاميلي الشهادة العليا حسب نفس المصدر فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل منهم حوالي 4248 في الثلاثية الثالثة لسنة 2013 بنسبة 5.33% مقابل 6.31% في الثلاث الثاني لنفس السنة أعلن وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية الأربعاء عن إمضاء اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام تونسي للشغل يقضي بتسوية وضعية 6 ألف عامل من عملة المناولة للحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية مضيفا أن هذا الاتفاق سيمكن هؤلاء العمال من إدماشهم صلب مؤسساتهم وتحسين مستوى أجورهم أكد وزير الصناعة مهدي جمعة أن الوزارة ستقدم جملة من المقترحات والآليات لتقليص من كلفة سعر الطاقة في منتوج المؤسسات الاقتصادية الكبرى أضف مهدي جمعة خلال أشغال لقاء نظمته جمعية التونسيين خارجي المدارس العليا أن هذه المقترحات هي عبارة على إعادة توجيه الدعم الذي سيكون تدرجيا لتحسين المردودية التقية لهذه الشركات صرح الرئيس المدير العام لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه الهادي بالحاج الأربعاء على هامش تدجينه لمحطة معالجة المياه في منطقة الزناطير بالقلعة الكبرى في سوسا صرحوا أنه تقرر الزيادة في أسعار الماء بنسبة 7% بداية من سنة 2014 مبينا أنه تم الاتفاق في مجلس وزاري في شهر جوع الفارط على هذه الزيادة السنوية هذا وقد قررت الحكومة الترفيعة في سعر استهلاك الكهرباء والغاز بالنسبة للمستهلكين العاديين بداية من السنة القادمة حسب ما نشرته صحيفة التونسية الأربعة وجاء في هذا الخبر أن نسبة الزيادة ستكون كذلك 7% وستشمل فاتورات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بداية من مصدقة المجلس الوطن التأسيسي على قانون مالية لسنة 2014 أفد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمع البصري النور اللجمي الأربعة أنه حتى اللحظة لم يجد تجاوبا من الحكومة بخصوص التعينات على رأس مؤسسات المرفق العمومي لوسائل الأعلام على هامش يوم دراسي حول وسائل الأعلام وحقوق الطفل وقال اللجمي أنه من الممكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية لتفعيل المرسوم 116 بالطريقة الفعلية اللازمة كما لفت الانتباه لقرب موعد الأعلان عن كراس الشروط المنظم للإذاعات والتلفزات أعلنت بلدية تونس في بلاغ لها عن تفعيل استعمال الكبلات أو ما يعرف بسابو ضد المخالفين لشروط الوقوف والتواقف بالمناطق الزرقاء بداية من الثاني من ديسمبر المقبل بهدف تحقيق سيولة أوفر لحركة المرور وفسح المجال لكل رواد العاصمة لركن وسائل نقلهم وقضاء شؤونهم بكل أريحية إلى أخبار العالم ونبدأها من مصر أين قتل عشرة جنود على الأقل وأصيب 35 آخرون بإصابات خطيرة تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية الأربعة جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلة لنقل الجنود على الطريق الواصل بين رفح والعريش بشمال سيناء حسب ما أعلنه المتحدث العسكرية المصري في بيان له على صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة تؤكد عزمها مواصلة حربها ضد الإرهاب والقضاء على دعاة الظلام والفتنة والتكفير في مدان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي حادث استهداف الجنود مؤكدا أن الحكومة تدرس كافة البدائل للتعامل مع الأحداث الإرهابية هذا وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء ثلثاء سقوط قتيل متأثرا بجراحه فيما أصيب 31 آخرين نتيجة الاشتباكات التي دارت في ميدان التحرير بين أفراد الشرطة ومجموعة من المحتجين بعد محاولتهم اقتحام مبنى جامعة الدول العربية القريب من الميدان في الملف السوري وبعد أربعة أيام على رفض ألبانيا لطلب أمريكا بإقامة مصنع لإبطال مفعول أسلحة السورية الكيميوية على أراضيها قال دبلوماسيون غربيون ومسؤول في المنظمة في لهاي إن منظمة حذر الأسلحة الكيميوية تدرس إمكانية القيام بهذه المهمة في البحر على متن سفينة أو منصة بحرية وقال خبراء مستقلون إنه رغم تعامل دول أخرى أبرزها اليابان مع الأسلحة الكيميوية في البحر إلا أن إجراء عملية واسعة ومعقدة بهذا الشكل في البحر سيكون أمرا غير مسبوقة هذا وقد تفقد مفتش منظمة حذر الأسلحة الكيميوية ألف وثلاثمائة طن من غاز السرين وغاز الخردل ومواد أخرى أعلنت سوريا أنها تملكها وقررت المنظمة الأسبوع الماضي ضرورة شحن معظم المواد المميتة خارج البلاد بحلول نهاية العام وتدميرها بحلول منتصف ألفين وأربعة عشر في العراق قتل ثمانية وعشرون شخصا وجرح سبعون أخرون في سبعة تفجيرات على الأقل استخدمت سيارات مفخخة في ستة منها في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد الأربعة واستهدفت الاعتداءات خصوصا حي الكرادة التجاري في وسط المدينة وحي الشعب وحي الصدرية أحد أقدم الأحياء في العاصمة وإشار إلى أن الاعتداءات في العراق تزايدت خلال الأشهر الأخيرة رغم تشديد التدابير الأمنية والعمليات التي تستهدف المسلحين هذا وقد لقي أكثر من خمسة ألاف وسبعمائة شخص مسرعهم منذ بداية السنة في أعمال عنف كما تفيد أرقام رسمية أدت السيول التي نتجت عن هطول أمطار غزيرة في المملكة العربية السعودية إلى انهيار جسر شرق العاصمة الرياض الأربعاء بعد أن جرفت المياه قواعده وأدى انهيار الجسر إلى سقوط شاحنة وسيارة أخرى وتعرض شخصين لجروح نقل على إثرها إلى المستشفى أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد أحيانا في عدد من المناطق منها العاصمة الرياض بينما ستشهد المنطقة الشرقية أمطارا متوسطة إلى غزيرة فيما أعلنت ستة محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء لمواجهة هطول الأمطار المستمر فيها في الملف النووي الإيراني عبرت تهران قبل ساعات من انطلاق جولة جديدة من محادثات جونيف عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الدول الست الكبرى حول ملفها النووية حيث شدد وزير الخارجية الإيراني جواد ضريف الذي زار إيطاليا على ضرورة الحذر في التوقعات بشأن المفاوضات من جهته أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي حث عددا من نواب مجلس الشيوخ بالتريث في فرض المزيد من العقوبات على طهران أقر بعدم معرفته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران وأدى حذف اعتراف صريح بحق طهران في تخصيب اليورانيوم فضلا عن مطالبة فرنسا بإغلاق مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين إيران والدول الست الكبرى في محادثات جونيف الأخيرة التي جرت في التاسع من الشهر الجاري نهاية النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر